احييكم و اهلا بكم الى هذه الساعة الاخبارية من العربية كالعادة نبدأ بابرس العنوين رئيس البرلمان الايراني يقول ان المفتشين الدوليين لن يحصلوا على صور مراقبة المواقع النووية مجلس الامن يدعو الفلسطينيين والاسرائيليين لاحترام وقف اطلاق النار ويشيدوا بدور مصر نطق مرتقب للحكم في دعوة تعويض سفينة السويس الجانحة ودفاع الشركة يحمل القناة المسئولية وتزايد المخاوف في عدد من الدول من تعرض مصابي كورونا للفطر الاسود وتضخم اللسان اهلا بكم قال رئيس البرلمان الايراني ان المفتشين الدوليين لن يتمكنوا من الحصول على صور المراقبة للمواقع النووية بعد انتهاء اتفاق المراقبة النووي بين طهران ووكالة الطاقة الذرية وكانت ايران ابرمت في فبراير صفقة تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات في منشآت رئيسية لتسجيل انشطة تخصيب الييرانيو لكن المفتشين الدوليين لن يتمكنوا من الوصول الى المواد المسجلة من تلك الكاميرات الا اذا تم التوصل الى اتفاق في فيينا قبل الثاني والعشرين من مايو وهو الامر الذي لم يتحقق وقبيل استئناف جولة المفاوضات الخامسة في فيينا حول الاتفاق النووي كشف ديبلوماسي امريكي ان الاصعب في المفاوضات ترك للنهاية وقال الديبلوماسي الامريكي في مقابلة مع ديبلوماتيك ان الاطراف المعنية بالاتفاق احرزت تقدما ولكن لا تزال هناك خلافات كبيرة وعمل كبير يتعين القيام به لحل المشكلات المتبقية مؤكدا ان الصفقة تبدو ممكنة لكنها ليست حتمية الديبلوماسي الامريكي لفت الى ان الجولة الرابعة وضعت خلالها مسودة لخارطة طريق ترسم الخطوط العريضة لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وايران وهذا الاتفاق يمكن الطرفين العودة الى الامتثال الكامل للاتفاق النووي الموقع عام 2015 هذا واشار الى ان الانتخابات الرئاسية الايرانية المقرر اجراؤها في يونيو قد تترك اثارها على سير المفاوضات اعرب ميخايل اوليانوف رئيس الوفد الروسي الى المفاوضات النووية الايرانية في فيينا عن تفاؤله بقدرة الاطراف على التوصل الى نتائج ملموسة مع بداية يونيو المقبل منوها ان واشنطن اتخذت قرارا سياسيا بالعودة الى الاتفاق النووي واكد اوليانوف ان ايران ستوقف تخصيب اليورانيون بنسبة 60% في الايام القليلة المقبلة وان هذه الصفقة توفر درجة عالية من التأكيد على ان ايران لم ولن تنتلك اسلحة نووية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي سيتحدث بعد ساعات عن مراقبة البرنامج النووي الايراني مع انتهاء مدة الانتفاق الفني الذي تم توقيعه في فبراير الماضي لتخفيف القيود التي فرضتها تهران وسيطلع جروسي السحفيين على التطورات المتعلقة باعمال المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تهران متابعة لكل هذه التطورات ينضم الي من لندن وجدان عبد الرحمن الباحث الشأن الايراني استاذ وجدان اهلا بك معنا هل هذا التصريح من قبل رئيس المجلس النيابي الايراني هو من الممكن ان نعده ورقة ضغط قبل بدء الجولة الخامسة صباح الخير لك ميسون ولمشاهديك الكرام اصلا بالاساس موضوع طرد المفاتشين او توقيف العمل بالبرتكول الاضافي هو اتى في مجال الضغط على المفاوضات وايضا لرفع العقوبات عن ايران الامر الاخر ما يتعلق بتصريحات قالبات بخصوص طرد المفاتشين او عدم تسليم الشريط المسجل خلال هذه الثلاثة اشهور ايضا هي تأتي ضمن الضغوط على الدول المفاوضة وفي نفس الاطار هو ضغط على حكومة حسن روحان ويأتي في اطار الاصراع الانتخابي ولكن استاذ وجدان هل الولايات المتحدة والدول الاوروبية ستقبل بهذا التحدي هذا هو السؤال لن تعرق الجهود المبذولة في فيينا لا شك له تأثير كبير لأن بالاساس ميسون الاتفاقية النووية لم يبقى منها شيء يعني الاتفاق النووي انتهى وما يجعل الاتفاقية قائمة هو البرتكول الاضافي ولا نسب ان البرتكول الاضافي البنود المدرجة فيه هي ايضا ايران تجاهلتها بما فيها موضوع انتاج وتطوير اجهزة طارد مركزي وهذا مدرجة في البرتكول الاضافي ان لا تمتلك ايران هذه التقنية وايران خرقتها لذلك ما تبقى من البرتكول الاضافي هو موضوع المفتشين فقط طبعا استاذ وجدان هل برأيك ستنفذ هذا التهديد من ثلاثة اشهر وهم يسجلون للوكالة وقالوا اذا تم الاتفاق نعطيكم التسجيلات وتطلعوا عليها هل نتوقع ان يمحوا كل شيء عن كل هذه المعلومات الى الابد لا اتوقع ذلك واستبعد ان تقوم بذلك رغم ان هناك بعض المندوبين في البرلمان الايراني ايضا يضغطون بان يتم تدمير الاشرطة وايضا حتى لا تكون هناك نصخ منها ولكن استبعد ان بالفعل ان الحكومة بالفعل ان البرلمان الايراني يغدم على هذا الامر لان فعلت ايران بالفعل او البرلمان الايراني فعل هذا الامر يعني الاتفاقية النووية ستكون منتهية وملغية بشكل كامل ايضا الملفت هو التفاؤل الروسي على ماذا مبني روسيا منذ اليوم الاول من المفاوضات فيما يتعلق بينا يعني من دور الاول من المفاوضات ونحن شاهدنا بان روسيا وكانها تتحدث وانها المتحدث الرسمي بالنسبة لايران التصريحات حسن روحاني ايضا تأتي في نفس التصريحات الروسية التفاؤل ولكن روسيا هي لا شك انها لا تريد ان تمتلك ايران قنبلة نووية لكن التصريحات الروسية لا اعتقد بانها يعني تأتي في اطار رفع حقيقي او انجاز حقيقي في هذه المفاوضات بالنسبة لتوقف تقسيب اليورانيوم الى 60% ايضا قالت روسيا بانها او باعتقادها بانه سيتوقف خلال ايام لو كانت ايران لديها نية التوقف عن تقسيب اليورانيوم بنسبة 60% لا اعتقد ان هناك اي جدوى لتدمير اشرطات التسجيل في المفاعل النووي الايراني هذا يتناقض ما بين ما يقوم به البرلمان الايراني الذي الان اصبح يتحكم بموضوع الملف النووي الايراني فيما يتعلق بموضوع تدمير الاشرطة المسجلة وايضا ما بين نية النظام الايراني لتخفيف نسبة انتاج اليورانيوم من 60% الى قد يكون 20% او اقل من ذلك لا اتصور انه بالفعل البرلمان الايراني والمتشددين يسمحون بهذا التراجع لان بالنسبة للمندوبين في البرلمان الايراني صرحوا بشكل عناني اما ان يكون هناك اتفاق كامل وشامل واما ان لا يكون اتفاق لذلك اذا ما تابعنا هذه التصريحات هذا لا نجد من ايران بانها بالفعل ستوقف تقصيب اليورانيوم بنسبة 60% شكرا لك من لندن وجدان عبدالرحمن الباحث في الشأن الايراني على المشاركة معنا في هذه النشرة شكرا ميسا تطورات ملف اسقاط الطائرة الاوكرانية في كندا لم تتوقف اخرها تعيين البروفيسور والمحام الدولي بايام اكهافان مستشارا خاصا لقضية الطائرة القرار وصفته اسر الضحايا بانه يعكس اسرارا من الحكومة الكندية على محاسبة النظام الايراني على خلفية اسقاط الطائرة ترحيب من اسر ضحايا الطائرة الاوكرانية على قرار الحكومة الكندية بتعيين البروفيسور والمحام الدولي بايام اكهافان مستشارا لشؤول التفاوض في قضية الطائرة مع النظام الايراني الخطوة وصفت بالمهمة لانها تظهر اسرار كندا على مسألة النظام الايراني خطوات جيدة للحكومة الكندية لكننا نرفض التفاوض مع النظام الايراني ونطلب بايصالها للمحكمة الدولية لمحاسبة طهران جريمة ارهابية وعمل متعمد بحسب القانون الكندي هذا هو قرار محكمة اونتيريو حول اسقاط الطائرة وفقا للأدلة التي قدمتها اسر الضحايا ضد متهمين هم كل من مرشد ايران خامنئي والحرس الثوري وامير حاجزادة قائد الحرس الجوي لقد ربحنا القضية واعتبرت جريمة ارهابية الخطوة القادمة محكمة مفتوحة مع شهود ومطالبة بالتعويضات والعدالة اذا الحصانة التي تتمتع بها الدول الاجنبية في كندا تم استثناء ايران منها بصيفتها دولة داعمة للارهاب وسمح القضاء الكندي بملاحقتها قانونيا ايران دولة الرعية للارهاب هكذا صنفتها الحكومة الكندية منذ عام 2012 هذا القانون سمح لأسر الضحايا بملاحقتها في قضايا ادعاء مدني رفاها السعد العربية تورنتو وإلى موضوع الهدنة بين اسرائيل وقطع غزة دع مجلس الامن الدولي الى احترام اسرائيل والفلسطينيين لوقف اطلاق النار واستعادة الهدوء من اجل تحقيق سلام كامل في المنطقة مبنيا على حل الدولتين بيان المجلس اشهد بالدور الذي قامت به مصر ودول اخرى في المنطقة للتوصل لوقف اطلاق النار البيان وافقت عليه الولايات المتحدة بعد شطب فقرة تندد باعمال العنف واستبدالها بالأسف على الخسائر المدنية بسبب اعمال العنف واكد بيان مجلس الامن على الحاجة الفورية لتقديم المساعدات الانسانية للفلسطينيين واعادة اعمار قطاع غزة من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ان وقف اطلاق النار في غزة خطوة مهمة وان على جميع الاطراف استغلال الفرصة لبناء سلام حقيقي بين الجانبين بوريل اضاف ان الحل السياسي هو ما سيمنح الامن والسلام للاسرائيليين والفلسطينيين كما اكد على ان غياب التقدم في حل الدولتين كان سببا في اندلاع موجة العنف الاخيرة وبالتزامن مع هذه المواقف مشاهدين تواصلت الجهود المصرية لتثبيت التهدئة بين الاسرائيليين والفلسطينيين مصادر العربية افادت ان لقاءات الوفد الامني المصري مع المسؤولين الاسرائيليين في تل ابيب تضمنت ابلاغ القاهرة لاسرائيل بضرورة وقف استفزازاتها للفلسطينيين في القدس كما عرض الوفد المصري جدولا زمنيا لتثبيت وقف اطلاق النار في غزة وطالبت اسرائيل بوضع ضمانات لوقف اطلاق الصواريخ من غزة وربطت تخفيف الحصار عن القطاع بالهدنة الطويلة نتابع سويا مع دكتور سبحي سيلي رئيس تحرير مجالة مختارات اسرائيلية في جريدة الاهرام كل هذه التطورات اهلا بك دكتور هل يكفي هذا البيان من قبل المجتمع الدولي ام وهل من الممكن ان يحمي هذه الهدنة حتى الان او وقف اطلاق النار يعني بكل تأكيد بيان من مجلس الامن شيء مهم للغاية في هذه اللحظات فشل مجلس الامن طبعا خلال الازمة في ان يتوصل الى مثل هكذا بيان كان مطلوبا في هذه الفترة ولكنه ايضا مطلوب في هذه الفترة لانه هذه الفترة التي تتضمن او تعنى بتثبيت وقف اطلاق النار ليست اقل اهمية ولا اقل صعوبة من فطلة وقف اطلاق النار نفسه الان نحن نأخذ القيمة الايجابية او اهمية هذا البيان فانه يعني قولا واحدا يعني ان الولايات المتحدة الامريكية الان قالت كلمتها واكدت على موقف الذي طلبت به بن يامين نتنياهو ويعني في المقام الاول والاخير ان اسرائيل وقف اطلاق النار هو مصلحة اسرائيلية تماما نعلم جميعا ان الولايات المتحدة الامريكية تحمي اسرائيل وتوفر لها الضمانات في مجلس الامن فان تسمح الولايات المتحدة بتمرير هذا البيان يعني انها توافقت مع الجانب الاسرائيلي على ان وقف اطلاق النار وتثبيت وقف اطلاق النار هو مصلحة اسرائيلية بالاساس لابد من الدفاع عام وبنان عليه تحشد الولايات المتحدة الأمريكية الآن مجلس الأمن لكي يدافع عن هذه المصلحة الإسرائيلية الأساسية ماذا يعني توقيف مسعى فرنسا لإصدار قرار؟ يعني مرة أخرى أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية طول الوقت تحاول أن تمسك الدفة بيدها وأن يكون القرار بيدها وأن تحمي إسرائيل من أي إجراءات بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك في هذا الملف منفردا تماما تنسق بعض الجهود في اللحظة التي ترتقي فيها أن سمت مصلحة إسرائيلية هي تجاوبت مع المبادرة المصرية ومع الجهد المصري الكبير الذي بزل منذ اليوم الأول في اللحظة التي أدركت فيها أن إسرائيل قد انتهت من مهمتها تبقى لما يقرره نتنياهو عندها تدخلت الولايات المتحدة دعمت الجهد المصري بشكل واضح جدا حدث اتصال بين الرئيس الأمريكي والرئيس عبد الفتاح السيسي والآن تتدخل الولايات المتحدة أيضا عبر مجلس الأمن لتثبت هذه التهدئة بعيدا عن أي أطراف أخرى الولايات المتحدة لا تريد لطرفا آخر أن يكون فاعلا في هذا الملف خاصة حين نتحدث بالاتحاد الأوروبي وتحديدا حين يكون الكلام عن فرنسا لا أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية تكون راضية أو سعيدة أو مرحبة بأن تقتنس فرنسا فرنسا سعية بشكل أساسي لأن تقتنس دور كبير في هذا الموضوع ربما تدعو إلى مؤتمر دولي وتصطف هنا مع القاهرة وبع بعض الأطراف العربية أتصور أن الولايات المتحدة من مصلحتها أو بقيتها الحالية قائمة لا أقول على إفشال هذه المساعي ولكن على الأقل أن لا يكون ذلك بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية دكتور تحدث عن الجهود المصرية والكل تحدث خلال الأيام الماضية الجهود المصرية لوقف إطلاق النار حتى الآن هناك كما تابعنا رحلات مكوكية للوفد المصري هل هناك من معلومات إلى أين وصلت حتى الآن؟ يعني المعلومات الواردة حتى الآن وفيما أعلم أن الجهود مازالت جارية مازالت مصر مصرة على تثبيت وقف إطلاق النار المشكلة الآن في إقناع الطرف الإسرائيلي والتواصلات بين مصر وولادات المتحدة الأمريكية كفيلة بأن تهدئ الجبهة الإسرائيلية أنا أتصور أن الإدارة الأمريكية ومجيء وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة سيساعد كثيرا في تهدئة الأمور من جانب إسرائيل إسرائيل لابد أن تلتزم بعض الالتزامات حتى لا يخرج من الفصال الفلسطينية ما يحدث مصر بدورها تتولى بالأساس موضوع الجانب الفلسطيني وتنقل كل المطالب الفلسطينية لأنها في الحقيقة كما تراها مصر هي مطالب مشروعة للفلسطينيين وليس الحماس الدفاع الآن هو على الفلسطينيين وليس على حماس حين نتوقف نتكلم عن ضرورة وقف الاستفزازات ضرورة إعادة الأمور في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل ذلك حتى لا يحدث أي نوع من الاستفزاز تصور أن مصر تحاول التقنع الإسرائيليين بهذا الموقع دكتور عسائل الإجراءات التي تتخذها مصر لحماية هذه الهدنة أو لوقف إطلاق النار يعني ما زلنا في هذه المرحلة هذه المرحلة اللي يقال عنها التثبيت ونحن بقلنا ثلاثة أيام في تثبيت وقف إطلاق النار الأساس في أن تقنع الإسرائيليين طول وقت أن هذه مصلحة إسرائيلية وأن هذا الموضوع وتفجره سيعني مزيدا من عدم الاستقرار لن تتحملوا هذه المنطقة إسرائيل حين تقتنع بهذا الموضوع يعني أن ناصر ستتتوقف عن هذا الأمر ومن جانب آخر مصر والوفد المصري الموجود تقريبا منذ بداية الأزمة في ما بين رمالة وغزة وما بين تل أبيب هذا الوفد مهمته الأساسية أن يرشد القرارات سواء من جانب إسرائيل أو من جانب الإخوة في الفصائل الفلسطينية في غزة حتى لا تطلق صواريخ حتى بدون قرار وحتى بدون قرارات مدروسة يكون نتيجتها مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة ومن سما يستغل لكل طرف من الأطراف الطرف الآخر أو موقفه بزريعة لكي يتدخل ويحدث ما يحدث حماس فعلت نفس الأمر وإسرائيل فعلت نفس الأمر دكتور عسائل السؤال الأخير وبإجاز هل سيكون هناك استئناف للعملية التفاوضية بين الفلسطينيين وإسرائيل تقودها مصر؟ بكل تأكيد هذا أمل كبير نحن نسعى إليه وكل المؤشرات الواردة حتى هذه اللحظة طبعا هذه هي الرؤية المصرية ونحاول أن نحشد لها المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي وأتصور أن المؤشرات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حتى مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخصوص الاتحاد الأوروبي أتصور أن لدينا فرصة كبيرة جدا لتحقيق هذه الرؤية مصر الآن تدفع وتقود في اتجاه تحقيق رؤياتها الأساسية القائمة على أنه لا أمن ولا استقرار في هذه المنطقة دون حل القضية الفلسطينية ربما ننجح هذه الجولة آمل كثيرا أن ننجح في هذه الجولة بسبب بعض الأمور والمستجدات على تسوية هذه الأزمة اللي هي الحرب الرابعة على قطاع غزة نحن نتحدث عن أشياء أكبر بكثير مما كنا نتحدث عليه في المرحلة السابقة لحظة القضية الفلسطينية عانت جدا مع ترامب والآن نريد أن نضحها على تراك أو على ممر جديد ربما يصل بنا للسناف المفاوضات ثم إطلاق عملية سلام أو تسوية بين الفلسطينيين وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية طبعا هذا الموضوع دونه عقبات كثيرة نعمل على تزللها شكرا لك عذرني انتهى وقت المقابلة دكتور صبح أسيلي رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية في جريدة الأهرام على المشاركة معنا يدور جدل بين أنصار حركة حماس والسلطة الفلسطينية بشأن الجهة التي ستكون مسؤولة عن ملف إعادة أعمار غزة وفيما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عوضة الاتصالات مع نظيره الفلسطيني محمود عباس بادرت مصر بالإعلان عن 500 مليون دولار لإعادة الأعمار لم تندمل بعد جراح المكلومين ولم يجفت دمع في غزة وإن بدأت الحياة تعود تدريجيا بعد إسكاة صوت الرصاص والجدل على المصرح السياسي دائر بشأن الجهة الفلسطينية المكلفة بعملية إعادة الإعمار السلطة الفلسطينية كونها الشرعية المعترفة بها أم حركة حماس غير المعترف بها أنصار حركة حماس عبروا عن عدم ثقاتهم بالسلطة الفلسطينية في هذا الملف ورد فلسطينيون عليهم واستمر الجدل جدل حضر في خطاب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هانية بأن الحركة تسعى لتحسين علاقاتها مع محيطها العربي ومع المجتمع الدولي داعيا الخيرين من العرب لتمويل إعادة الإعمار شكرا لكل الدول العربية والإسلامية لا أريد أن أنسى أحدا فالجميع كان له موقف مشرف في هذه المعركة وفي هذه المحطة وفي هذه الجولة النقاشات حول آلية إعمار غزة احتدمت بعد الدعوات الدولية لإعادة إعمار القطاع عبر الأمم المتحدة من بينهم الرئيس جو بايدن الذي أشار لعودة الاتصالات مع الرئيس عباس نعمل على التنسيق مع المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة بعيدا عن حماس فهم بحاجة للمساعدة وأنا ملتزم بهذا الأمر مصر بادرت بالإعلان عن تقديمها مبلغ 500 مليون دولار لإعادة الإعمار وأكدت مصادر اعتزامها استضافة مؤتمر لإعادة الإعمار مواقف يخشى أن تؤخر إخراج غزة من تحت الركام بعد جولة ضمار جديدة من قبل إسرائيل دورات أربع من العنف مر بها قطاع غزة حروب تنتهي لتبدأ من بعدها عمليات إعادة الإعمار الحرب الأولى بين نهايات عام 2008 وبدايات 2009 استمرت لواحد وعشرين يوما وقدرت الخسائر الاقتصادية لها بأكثر من مليار دولار بعد أن وضعت الحرب أوزارها اجتمعت الدول المانحة في شرم الشيخ لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني وإعمار غزة وتعهدت الدول حينها بتقديم أكثر من أربعة مليارات دولار قرابة نصفها جاء من السعودية التي قدمت مليار دولار والولايات المتحدة التي قدمت تسعمائة مليون دولار الحرب الثانية كانت الأقصر في مدتها والأقل في المنح المقدمة للقطاع تلتها بأقل من عامين أطول حروب غزة استمرت لواحد وخمسين يوما مجددا استضافت مصر اجتماع المانحين الذين قدموا خمسة مليارات ونصف المليار دولار ما يزيد بثلاثة أضعاف عن الحرب التي سبقتها السعودية قدمت أكثر من نصف مليار دولار خصص جزء كبير منها لإعادة إعمار الشريط الساحلي في غزة في حين قدمت كل من الإمارات وقطر والكويت من حن فاقت أربعمائة مليون دولار مجتمعة برامج إعادة إعمار غزة غطت بشكل عام تقديم الاحتياجات الطارئة لسكان القطاع وتأهيل البنية التحتية والمدارس والمباني العامة إضافة للطرق وبعد التوصل لتهديئة في غزة قبل أيام أعلنت مصر تقديم مساعدات بنصف مليار دولار وقالت إن شركات مصرية متخصصة ستشارك في إعادة الإعمار في حين تعهد الرئيس الأميركي بالمساعدة في تنظيم جهود إعادة الإعمار وأكد أنه سيتعاون مع الأسرة الدولية لتوفير مساعدات مالية كبيرة ومن المتوقع أن تتوالى المساعدات على قطاع غزة في الأيام والأسابيع المقبلة ما بين متبرعين يخففون من أثار الحرب على الأرض إلى جانب آخرين يقدمون الدعم فقط على الشاشات دون أن يكون لهم حضور واضح في المساعدات الإنسانية على الأرض إذن 11 يوما من الحرب القاسية انقطع فيها الغزيون عن مزاولة حياتهم اليومية زاد الدمار من عزلتهم عزلة وفيما عادت الدوائر الحكومية اليوم للعمل يحاول سكان القطاع لملمت خسائرهم والخروج من هول الحرب وصدمتها الوجع يخبئه موج البحرة والحسرة تكتمها جدران الأبنية الصامدة هكذا بدى صباح غزة يعاني هدوءا صاخبا عودة عرجة لحياة الغزيين بعد أيام الحرب القاسية التي شوهت ملامح مدينة منهكة أصلا من الحروب المتوالية التي تهدم ثم يعمرون ثم تهدم فيبنون حياة على أنقاض حرب سبقة علهم ينتزعون حياة من فاميلياس أحد عشر يوما من ظلام الحرب الصعبة التي دمرت بيوتا على رؤوس أصحابها كم تتشابه الأبنية المدمرة لكن الركام يؤول كثير من القصص الحية التي مات أصحابها لا حتى الآن ولا كلمة بتتكلمش من كتر الصدمة والهول يعني كانت في الطابق الثالث فجأة لقناها تحت بنت لحتى الآن مظلومة مش قادرة تحكي ولا كلمة لحتى الآن يعني حتى بتكلم معها إيش اسمك إيش كذا بتظلسك زرداش تحكي أطفال غزة ضربوا موعدا مع العيد وملابسه الجديدة فضربت الحرب فرحتهم في مقتل وأبقت بعضها تواسي أطلال منازلهم وأحلامهم المباثرة لا تزال غزة تلملم أنقادها وتحصد خسائرها ولا يزال أهلها تحت وقع الصدمة والمفاجأة يتحسسون خطواتهم نحو المجهول الذي ينتظرهم لقنا الوضع كارثي زي ما أنت شايف أيك زي ما أنت شايف لا يصلح شيء للاستخدام أبدا وللأسف شديد لا لحبنا موسم ولا لحبنا محلات ولا لحبنا بضايع والحمد لله كل شيء راح المحل يعني صلوا شغالت قريبا سنة الزمان السنة الزمان إيش طلعت أرباح حصلت مقابلها يعني مقصر طاقعين اتنين وقت طويل سيحتاجه الغزيون لإعمار بيوتهم وترميمها وهذا قد يكون مقدورا عليه ولكن يبقى السؤال من سيرمم كثور الروحي وواجعها أنت كتل تطفل لكن إحنا بنينا جيل شاف جراء مك وهذا الجيل حين تجم سمح سيد العربية ونتابع في نشرتنا بعد الفاصل اتهامات لقيادات حوثية بنهب آلاف القطع والمخطوطات الأثرية وتهريبها إلى إيران رئيس البرلمان الإيراني يقول إن المفتشين الدوليين لن يحصلوا على صور للمواقع النووية مجلس الأمن يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لاحترام وقف إطلاق النار ويشيد بدور مصر نطق مرتقب للحكم في دعوة تعويض سفينة السويس الجانحة ودفاع الشركة يحمل القناة المسؤولية تزايد المخاوف في عدد من الدول من تعرض مصابي كورونا للفطر الأسود وتضخم اللسان أهلا بكم من جديد من المتوقع أن تصدر اليوم محكمة الإسماعيلية الاقتصادية حكما في دعوة رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز على سفينة أفر جيفن التي جنحت في مارس الماضي فضلا عن البت في طلب التعويض المالي الشركة اليابانية المالكة للسفينة ألقت خطأ حادثة جنوح السفينة على هيئة قناة السويس وأوضح أحد أعضاء فريق محامي الشركة بوجود دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مؤاتية وهو ما تسبب في جنوحها وقدم فريق الدفاع للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقص عاصف ينضم إلى من الإسكندرية اللواء البحري عبد الفتاح علي المستشار والخبير البحري السيد عبد الفتاح أهلا بكم معنا ماذا نتوقع أن تحكم اليوم المحكمة بهذه القضية التي ما زالت تثير جدلا الصباح الخير على حضرتك وأهلا بمشاهدين قناة العربية تاني بتطل الحادثة بتاعة السفينة إفر جيفيند برأسها لأن طبعا الحدث دولي أنا طبعا سمعت حضرتك والإدعاءات اللي قالها الأستاذ أحد أعضاء فريق الدفاع عن السفينة أو الشركة بخصوص بخصوص أن الخطأ يقع على قناة السويس وليس على السفينة طب بأي إطار يمكن وضع هذا الاتهام لواء؟ ما أنا جاي لحضرتك في الكلام في الحالات اللي زايدات يا فندم ما ينفعش فيها القاء التهم أو القاء التوافع جزافا اللي بيتحدث هنا في مثل هذه الأحداث هو الوثائق نعني هنا بالوثائق هو أن السفينة أي سفينة تيجي تعبر قناة السويس طلب العبور بيكون بناء على طلب من ربان السفينة وليس المرشن يعني عشان السفينة تعبر بتقول أنا عاوز أعبر بالبساطة دي ولكن لا يحق للهيئة إذا كانت مثلا أحوال الطقس غير مؤاتية أن تمنعها من العبور يعني هذا ما يركز عليه أحد محامي الشركة يحق للهيئة كل شيء في تسهير قناة السويس يحق للهيئة كل شيء يحق للهيئة كل شيء ولكن عندما يطلب ربان السفينة المؤهل القادر والعالم بمعطيات سفينته ومنورتها وحركتها وكل شيء فيها طلبا بالعبور فهو يعرف كيف سيعبر هو طبعا بيبقى عنده اعتبارات كثيرة جدا جدا أهمها إيصال الحمولة لعدم تعطيل سلسلة الإمداد المرتبطة هذه الحمولة حضرتك عارفة أن الحمولة دي كبيرة جدا صحيح نمرة اتنين في الوثائق اللي بيتم الاستناد إليها ودي الأهم هنا في حالتنا هو ليحة الملاحة الخاصة بقناة السويس لاحة الملاحة الخاصة بقناة السويس لاحة دولية بتوزع على جميع الشركات والناقلين وملك السفن وهي لاحة مرتبطة بالقانون البحري الصادر عن المنظمة البحرية الدولية مرتبطة به ويعلمها الجميع ويعلم المسؤوليات المرتبطة بهذه اللائحة إذن يعني الخلاصة للكلام الدوافع زائد برضو آسف لأن في نقطة أنا نسيتها حضرتك بتقولي تفريغات تفريغات دمع يعني الفي دي آر أو الجهاز الفيش داتا ريكوردر جهاز الفيش داتا ريكوردر ما فيش حاجة اسمها تفريغات هو تفريغ واحد نعم إنما تفريغات إنما تفريغات يبقى ده كده كلام فيه مش مصبوط أيضا محمد دفاع لواء اسمح لي قبل أن ينتهي وقت أن أتوقف عند هذه النقطة أيضا محمد دفاع بقول إعادة تعويم السفينة ليست عملية إنقاذ بالمعنى القانوني السليم ولذلك لا يحق للهيئة أن تطالب بتعويض عن ذلك كيف يمكن أن تشرح لنا ما قاله والله يعني أنا سؤال بس حسأله لسيطو أن يطلعنا على التعريف القانوني للإنقاذ إذا كان ما حدث ليس عملية إنقاذ للسفينة والحمولة فماذا يسمى يعني أنا طبعا يعني أنا بسأل حضرته سؤال هو ما تم للحمولة اللي هي البلغة حوالي عشرين ألف حوية على هذه السفينة هذا ليس إنقاذ يعني حضرتك يا خبير بحري هذا ما نريد أن نعرفه هو ما تم من أنه حضرتك يا خبير بحري تؤكد أنه هذه عملية إنقاذ هو سؤال مجيب هي إحنا سؤال بيؤكد أنها عملية إنقاذ هو إنقاذ السفينة وتعويم السفينة دون حدوث أضرار بها ودون حدوث انسكاب من مواد البترولية في القناة ليس إنقاذ أم ماذا يسمي عملية إنقاذ سعدنا بهذه التوضيحات إذن إذن هي عملية إنقاذ عملية إنقاذ متكاملة عملية إنقاذ متكاملة وليس علينا إطلاق التهم أو إطلاق التبعات على أي أحد جزافا شكراً لك أعذرني على المقاطع ولكن انتهى وقت المقاطع لا يا فندم شكراً لحضرتك اللواء البحري عبدالفتاح علي المتشر والخبير البحري شكراً لك شكراً لحضرتك اتفضلي فندم إلى الشأن اليمني حيث اتهم عملون في قطاع الأثار المتاحف والمخطوطات في اليمن ميليشيات الحوثي باستهداف الأثار اليمنية بالنهب والتهريب وكشف مختصون في هذا القطاع لصحيفة الشرق الأوسط عن تهريب قيادات خوثية بارزة أكثر من أربعة ألف قطعة ومخطوطة أثرية منذ مطلع العام الجاري إلى إيران ولبنان ودول أخرى بعد سرقتها من متاحفة ومواقع أثرية واقعة تحت سيطرة الحوثيين نبتعد قليلاً عن أخبار السياسة لنذهب إلى أخبار أسواق الأسهم مع ريمة فضلي ريمة شكراً لك ميسون أهلاً بكم من جديد المكاسب الجيدة مستمرة على مؤشر دبي بدعم أساسي من الأسهم العقرية سهم دماك يقفز بحدود الخمسة في المئة حالياً أيضاً هناك دعم من أسهم مثل أعمار أيضاً أعمار موظ لماذا لا نقنظر إذن على الأسواق الخالجية في الوقت الحالي مؤشر دبي على ارتفاع بواحد فاصل اثنين في المئة أبوظبي مكاسب بنصف النقطة المئوية ومؤشر الكويت الأول على ارتفاع بصفر فاصل واحد في المئة نقنظر إذن على الأسهم الداعمة في دبي أعمار ارتفاعات باثنين فاصل اثنين في المئة دبي للإستثمار سوك دبي المالي أيضاً على ارتفاع ولاحظوا دمك قفزة حالياً بستة في المئة على هذا السهم ماذا عن الأسهم المالية إذن كان في أيضاً دعم منها مثل دبي الإسلامي ارتفاعات بواحد فاصل خمسة في المئة الإمارات دبي الوطني حالياً مستقرين ولكن أملاك للتمويل والإثمار القابضة على ارتفاع في أبوظبي قيم السيولة حتى الساعة تتخطى المليار درهم هناك ارتفاعات على المؤشر بنصف النقطة المئوية وهذه نظرة على الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة العالمية القابضة من ثم أبوظبي الأول طبعاً هذه أسهم داعمة الدار العقرية أيضاً قفزة بواحد فاصلة واحد في المئة ماذا عن الصورة في الكويت ننقي نظرة عليها جميع المؤشرات خلفي على ارتفاع مؤشر الكويت الرئيسي على ارتفاع حالياً بنصف النقطة المئوية وسقيام سيولة في البورسة الكويتية تتخطى الأربعين مليون دينار هذه نظرة إذن على الأسهم القيادية هناك بعض الدعم يأتي من سهم أجيلتي الذي يقفز بواحد فاصلة اثنين في المئة ألافكو أيضاً على ارتفاع بصفر فاصلة تسعة في المئة ومن ضمن الأسهم المالية فقط أهل المتحد على ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية حالياً على تراجع بصفر فاصلة اثنين في المئة طبعاً نق نظرة على القطاع البنكي هناك ضغط كبير يأتي من الأسهم المالية الراجحي على تراجع بواحد فاصلة اثنين في المئة والفرنسي أيضاً على تراجع بواحد فاصلة ثلاثة في المئة طبعاً الكثير من الشركات أعلنت عن نتائج أعماله في السوق السعودية مثل الخريف كان في تراجع بالأرباح الفصلية بنسبة أربعة عشر في المئة على أساس سنوي ولتبلغ الأرباح سبعة وعشرين مليون ريال سهم الخريف من الأسهم الضغطة وتراجعات بخمسة فاصلة ثمانية في المئة أيضاً نتابع سهم أسواق المزرعة كان في تراجع بالأرباح الفصلية بنسبة سبعة وأربعين في المئة على أساس سنوي لتبلغ الأرباح أربعة فاصلة اثنين مليون ريال أيضاً نتابع سهم الغاز والتصنيع الأهلية كان في قفزة كبيرة بالأرباح الفصلية بنسبة أربعمائة وثمانين في المئة سهم الغاز والتصنيع حالياً على ارتفاع بثلاثة فاصلة خمسة في المئة ودار الأركان أيضاً السهم أرباح الفصلية بمئة وثلاثين في المئة على كل المزيد بعد قليل معنا دين هاني والآن نستكمل النشرة معكي ميسون تفضلي ميسون شكرا ريما ونحن بدورنا سنتوقف مع فاصل لنتابع بعده عدوى الإصابة بمرض الفطر الأسود التي تنتشر بين مرضى كورونا تقلق الهند وتصل إلى مصر أهلا بكم من جديد شهدت الولايات المتحدة تسعى حالات تضخم في اللسان لأشخاص تبين أنهم كانوا مصابين بفيروس كورونا ويتلقون العلاج بواسطة أجهزة تنفس في المستشفى في أحدث مضاعفات لكورونا تظهل الأطباء وصلت الحالات الشديدة منها إلى تضخم اللسان بشكل كبير ما تسبب بعدم القدر على الكلام وبلع الطعام بشكل طبيعي والاعتماد على أنبوب للتغذية ويقوم حاليا طبيبان في دراسة إمكانية وجود اختلاف جيني قد يكون سببا لتلك الحالات وسط توقعات بالحصول على نتائج أولية في الخريف المقبل الفطر الأسود من أخطر تبعات فيروس كورونا أيضا وقد يصل لإزالة العين وبمجرد الإصابة يكون المريض معرضا للموت في غضون أيام فما هو هذا المرض وما علاقته بفيروس كورونا نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متابعة للموضوع من كاردف ينضم إلى دكتور محمد الحاج علي طبيب وباحث في الإلاج المناعي في كلية الطب في جامعة كاردف دكتور أهلا بك معنا سنحاول أن تكون الأسئلة قصيرة وأن تكون الإجابة مبسطة حتى نريح الناس هل نحن دخلنا أمام حالة رعب جديدة تضخم لسان والفطر الأسود أسعد الله أوقاتك مدام ميسون وأوقات سادة المشاهدين متابعي قناة العربية لم ندخل في موجة هلع جديدة أو مشكلة جديدة مع الكوفيد 19 الفطر الأسود موجود هو موجود عادة في التربة الرطبة في الفواكه والخضروات المتحللة أو المتعفنة ولكن ما حدث لدينا هنا أن أشخاص مثبتي المناعة نتيجة تناول الستيرويدات أو الكورتيزون هنا أصيبوا بها وتطورت تلك الإصابة إلى اختلاطات أخرى من بينها إصابة العين مما أدى إلى استقصال العين طيب هل هذا المرض هو معدي؟ الفطر موجود وأبواغ الفطر أو السبورز لهذا الفطر موجودة بشكل طبيعي كما قلت أنا في التربة وفي الفواكه والخضروات ولكن هنا الأشخاص يصابون بها يعني ممكن أي شخص من الموجودين حولنا أن يتعرض لتلك الفطر ولكن إذا كانت المناعة مثبتة وتم استنشاق تلك السبورز عن طريق الجهاز التنفسي هنا فإنها ستنتقل وتسبب الاختلاطات التي تحدثنا عنها ومنها إصابة العين طيب هل من الممكن أن يتحول إلى وباء؟ هل من الممكن أن يتحول إلى جائحة؟ هذا ما يهم الناس الآن يعني تقصدين هنا إذا كان شخص مصاب به ولامس شخص آخر سينقل عدوانه نعم ليست بهذه الطريقة هنا ينتقل ما حدث في الهند وبالتحديد في ولاية جوجارت الغربية هنا بالإضافة إلى راجستان ما حدث هناك هو إصابة سميت بالوبائية ضمن المرضى المصابين بالكوفيد-19 والذين تناولوا الستيرويدات ليس كل المرضى تم استصال العين لديهم إحدى العين أو كلتهما ولكن حوالي 60% من الإصابات تطورت إلى ذلك والسبب هنا مدام ميسون هو مهم جدا جدا أن هذا الفطر عندما يبدأ في الجهاز التنفسي ينتقل بعد ذلك إلى الجيوب الهوائية في الوجه وتحدث إصابة وجهية هنا قد ينتقل بعد ذلك إلى الدماغ وبالتالي لا بد من استقصال تلك الأنسجة مع وجود تجريف بشكل جيد وهو مع الأسف ما حدث في بعض الحالات أو 60% من الحالات وأدى إلى استقصال العين هنا دكتور محمد يقال أو بعض الطباء قالوا إذا تم اكتشافه مبكرا ليس خطيرا كيف يمكن اكتشافه مبكرا للفطر الأسود؟ المشكلة هنا في الفطر الأسود هي أن الأعراض لا تكون أعراض نوعية الإصابة تبدأ دائما بأعراض مثل الصداع مثلا بعض التنميل في الوجه أعراض تشبه احتقان الجيوب هنا أو السيلان الأنفي وبعد ذلك تتطور التشخيص هنا يكون تشخيص سريلي عادة من يتعامل مع إصابات الفطر الأسود هم أطباء الجلدية مثلا أو أطباء أيضا الذين يقومون بالعلاج المناعي أو أطباء الأمراض الباطنة إذا تم العلاج وهو عبارة عن ما هو الدواء؟ هي عبارة عن حقا تعطى أربع إلى ستة أسابيع والحالة تشفى وتستجيب للعلاج بشكل جيد يعني إذا تم التشخيص الباكر وبشكل خاص من الناحية السريرية هنا فلا داعي للهلع والخوف والقلق من تلك الحالة على الإطلاق طب إذن ما الذي يسبب الوفاة؟ يعني كما قلت بأن هناك ستين بالمئة تم استئصال عيونهم البعض يتحدث بأنه أيضا الفك يتأثر أيضا يقال بأنه في غضون أيام من الممكن أن نصل إلى الموت ما الذي يسبب الوفاة إذا لم يكن هذا المرض بهذه الخطورة؟ سؤال جميل جدا هنا كما قلت لك مدام ميسون الإصابة تبدأ بالجهاز التنفسي تنتقل بعد ذلك إلى الجيوب الهوائية الموجودة في الوجه ومنها الجيوب الفكية وثم تنتقل إلى العينين وأحدى العلامات الأساسية هي إصابة وتورب العينين إذا لم يتم وضع حد للإصابة في تلك المرحلة ستنتقل للدماغ ستؤدي إلى إصابة الدماغ بهذا الفطر وهذا ما يسبب الوفاة يعني إصابة الدماغ هنا هي نقطة التحول الرئيسي في الإنذار من حالة تستجيب للعلاج إلى حالة تؤدي للوفاة هذا عن الفطر الأسود ماذا عن موضوع تضخم اللسان الذي تم الحديث عنه في الولايات المتحدة الأمريكية وربطوها أيضا بموضوع كورونا أيضا هي حالة تم مشاهدتها في أشخاص أصيبوا بالكوفيد-19 ولكن من الباكر أن نربط ذلك بشكل مباشر مع الكوفيد-19 مئات أو ملايين الأشخاص الذين أصيبوا بالكوفيد-19 حول العالم لم يكن ذلك بشكل شائع مثل تضخم اللسان ولكن قيل هنا أنه قد يكون لذلك علاقة بجينات معينة وبالتالي من المبكر الحديث عن علاقة سببية مباشرة لا بد من دراسة التاريخ المرضي لهؤلاء المرضى العلاجات التي تناولوها سابقا أو التي تناولوها حاليا بالإضافة إلى الجينات حتى نحدد وجود علاقة سببية واضحة بينه وبين الكوفيد-19 وبالنسبة لموضوع قوارير الهواء والأكسجين أيضا ارتباطها بالفطر الأسود وبكورونا إلى أي حد كورونا ساهم بنشر الفطر الأسود لأنه تم استخدام الكثير من هذه القوارير بإجاز نعم أيضا ممكن أن تكون هنا مرتع لتلك الفطور الفطر الأسود بشكل خاص في المنظومات الصحية التي تستخدم قوارير الأكسجين ويتم تنقلها من مريض إلى مريض آخر مثلا لا تخطي عمليات تنظيف أو تعقين طبعا ستكون مرتع لتلك الفطور وهو ما يعتقد أنه السبب فيما حدث في الجائحة التي تفشت حاليا في الهند شكرا لك كما قلت موجود ويمكن التعامل معه وإن شاء الله لا يسبب أهلع والخوف لكل الناس نشكرك الدكتور عز علي طبيب وباحث العلاج المناعي في كلية الطب في جامعة كاردف نشكرك على المشاركة أوقفت السلطات العسكرية في ميانمار عمل أكثر من 125 ألف مدرس بسبب الانضمام إلى حركة العصيان المدني المعارضة للانقلاب العسكري ووفقا لمسؤولين اتحاد المعلمين فأن قرار وقف المدرسين عن العمل وفصلهم من وظائفهم يأتي قبل أيام بدء العام الدراسي الذي قاطعه بعض المعلمين وأولياء الأمور تعبيرا عن رفضهم للانقلاب العسكري الذي استولى خلاله الجيش على السلطة بداية فبراير الماضي ثائر بركان جبل نيرا جونجو في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية وقال عالم بركين أنه يستطيع رؤية تدفق الحمم البركانية لارتفاعات عالية متوقع أن تصل إلى جومة قريبا جدا وأتسبب ثوران البركان في حالة هلع بين السكان ما دفعهم للهرب من المدينة والآن أحوال الطقس مع بنان أهلا بكم مشاهدين حال الطقس الخاصة بليوم الأحد نبدأها من السعودية حيث يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران عسير والباحة تمتد إلى الطائف وتكون سماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل وإلى العلا الأجواء صافية ودرجات الحرارة في أوائل المستويات الثلاثينية تنخفض ليلا إلى العشرينات نسب رطوبة تقل عن العشرين في المائة وحركة الرياح تكون معتدلة وفي العاصمة الرياض الأجواء حارة اليوم ودرجات الحرارة في المستويات الأربعينية تنخفض ليلا إلى المستويات الثلاثينية نسب رطوبة لا تزال دون العشرة في المائة وحركة الرياح متوسطة أما في دبي درجات الحرارة ترتفع إلى أوائل المستويات الأربعينية نهارا تنخفض ليلا إلى الثلاثينات نسب رطوبة تزيد عن الاربعين في المائة وحركة الرياح متوسطة قد تنشط أحيانا وفي أبوظبي الأجواء غالبا صافية ودرجات الحرارة ترتفع أيضا إلى الأربعينات تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات حركة الرياح خفيفة مع نسب رطوبة تقترب من الستين في المائة وإلى بيروت التقص غائم جزئيا درجات الحرارة في المستويات العشرينية تنخفض ليلا إلى دون ذلك نسب رطوبة تزيد عن الخمسين في المائة مع حركة الرياح خفيفة وإلى المدن الأوروبية من العاصمة لندن الأجواء غالبا غائمة درجات الحرارة دون المستويات العشرينية تنخفض أكثر ليلا مسجلة ست درجات يطرأ نشاط ملحوظ في حركة الرياح ونسب رطوبة تزيد عن الخمسين في المائة مشاهدين بهذا وصلنا إلى نهاية أحوال التقص إلى اللقاء ونحن وصلنا إلى ختام النشرة فإلى العنوين رئيس البرلمان الإيراني يقول أن المفتشين الدوليين لن يحصلوا على صور للمواقع النووية مجلس الأمن يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لاحترام وقف إطلاق النار ويشيد بدور مصر نطق مرتقب للحكم في دعوة تعويض سفينة السويس الجانحة ودفاع الشركة يحمل القناة المسؤولية وتزايد المخاوف في عدد من الدول من تعرض مصابي كورونا للفطر الأسود وتضخم اللسان أشكر متابعتكم ألتقيكم بعض اللحظات في نشرة إخبارية جديدة دائما أبقوا معنا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة